ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مباراته الودي الأولى أمام منتخب السنغال 9 أكتوبر على أن يواجه في مباراته الثانية منتخب الكونغو الديمقراطية 13 أكتوبر ويذكر أن المبارايتين الوديتين سيحتضنهما المجمع الرياضي الأمير مليع عبد الله بمدينة الرباطة بداية من الساعة السابعة مساء وفيما يلي لائحة اللاعبين الذين تم استدعائهم للمبارايتين الوديتين حراسة المرمى ياسين بونو إشبيلي الإسباني ومونير الكجوي هاطايا سبورا توركي خط الدفاع سوفيان شاكلا فيا ريال الإسباني وسامي ماي سان تروند البلجيكي وغانم سيس ويلفر هامبتون الإنجليزي وزهير فضال سبورتينغ لشبونة البرتغالي ونايف أكراد رين الفرنسي وحمزة منديل شالكا الألماني ونبيل درار فانر بخشا التركي ونصير مزراوي آيكس أمستردام الهولندي وعصام الشباك يلي مالطاي سبور التركي وسط الميدان نسيم بوجلاب شالك الألماني وسوفيان أمرابطة فيورنتينا الإيطالي وإدريس صديقي ويلين الهولندي وعمر القادوري باوك سانونيك اليوناني وأيمن باركوك فرانكفورت الألماني وحاكم زياش تشيلسي الإلجليزي وأسامة نانان فيتاس أرنهيم الهولندي وساليب أملاح ستونداغ دولياج البلجيكي خط الهجوم محاقر سيلاء سلوفان براتيسلافا السلوفيني ويوسف العربي أولمبياكوس اليوناني ويوسف النصيري إشبيليا الإسباني وزكريا الأبيض آيكس الهولندي وأشرف بن شرقي الزمالك المصري ومونير الحدادي إشبيليا الإسباني وأشرف حكيمي انتر ميلانو الإيطالي نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي